يلعب الكورة سريعة طاهر طاهر لعيب رشيط يتحرك للأمام يلعب الكورة سريعة لحساب حسن القادم من سموحة تروح لكهرباء عايز يسدد رجع في كلامه حط الكورة على شماله سريعة لطاهر طاهر يعمل العرضية انما على طول معها بيطلع الكورة قال بالدفاع سامح ابراهيم اليامة في فترة الستنيات الملعب ده كان بيشوف صولات وجوالات النجوم النادي الاهلي العظام في الفترات القديمة ودي على طول طاهر مرة تانية خلص والتصويبة بيحط رجلو معها رابي ربيع انما تهعل حطتها اخدها من تحت الفوق مجمساش تخرج برة الملعب ادي هي حتتعاد مرة تانية ودي لبها طاهر بشكل كويس جدا وقطع وعمل الكورة المرة تانية لنفسه وبيلعبها هو قصد يشوت انما حاطت معها رجله رامي ربيع واجي على طول تترد الوحيد وحيد يلعب لحسام حسن حطاله حلو اوي ووحيد يعدي عدى وفات برافو 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 وحيد وحلوة الله 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 ملعوبة حلوة اوي وداخل بدماغه ووليد سليمان انما فوق العرضة شوفنا بقى الكورة اللي تلعبت بسرعة بص شوف حسام لوحيد دخل على طول زقها لنفسه وعدى وفات وبيعمل العرضية يقبلها بالرأس كابتن وليد سليمان فوق العرضة ادي اول تحرك حقيقي للنادي الاهل انما يخلصها رمي ربيعة بخبرة ويستلمها مرة تانية ويحطها ناحية الشمال في اتجاه كهرباء طلع له ابو النجا سند انما راحت بعيد كهرباء عايز يلفها ويلفها انما ما راحتش معاه زي ما هو عايز تخلط برة الملعب وتبقى راكلة برة خمسة وتلاتين دقيقة بص شوف كهرباء طلع له ابو النجا السندة بعدت لو بكادش بعدت تتفرق كتير قوي انما هيوقف عليها وحيحاول يلفها في المرمى انما تروح بعيد وراكلة حرن بشرة النادي الاهل يلعب وعليد سليمان سريعة لياسر ياسر يسندها سندها سندها لحساب حسن انما على طول خارج الملعب حتى الان تلات ركنيات شايفينه ودي اعادة للكورة اللي فاتت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة